تساء صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض الرئيس عبدالفتاح سيسي العمل الجاري للثبيت الهدنة بقطاع غزة وضمان نجاح عملية تبادل المحتجزين إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلاة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاها الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا الذي أشهد بالجهود المصرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في القطاع وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين اتفقوا على أهمية تركيز الجهود في الوقت الجاري على تمديد الهدنة مع العمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة بما يمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط تلقى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنطانيو بلينكين تناول خلال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة الوزيران أكد على أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال اتفاق الهدنة وضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل للإطلاق النار وإنفذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع من جانبه أشهد وزير الخارجية الأمريكية بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تدعياتها والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنصيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة والعمل سويا لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حال سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استنادا إلى حال الدولتين ومقرارات الشرعية الدولية الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت إشراف مصرية تم تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل وذلك في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المقررة لأربعة أيام وقالت حركة حماس في وقت سابق أنها سلمت لصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وثلاثة تايلنديين ومواطن روسية ومن جانبها أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 39 سجينا فلسطينية بموجب اتفاق الهدنة مع فصائل المقاومة الفلسطينية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يأمل في أن تستمر الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل طالما يتم إطلاق صراح الرهائن وذلك بعد أن أفرجت الحركة عن 17 شخصا آخرين من بينهم طفلة أمريكية إسرائيلية تبلغ من العمر أربع سنوات هذا وأكدت حماس أنها تريد تمديد وقف القتال الذي يدخل يوم الرابع والأخير إذ بدلت جهود جدية لزيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تطلق قوات الاحتلال صراحهم هذا وأطلقت قوات الاحتلال صراح 39 سجينا فلسطينيا ليصل عدد الإجمالي للسجناء الفلسطينيين المطلق صراحهم منذ بدء الهدنة إلى 117 وأكدت حماس أنها سلمت 13 إسرائيليا وثلاثة تايلنديين وواحدا يحمل الجنسية الروسية وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نجحت في نقليم من غزة أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في مخيم الجلزون شمال رمالة وأفدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت أحد المحال التجارية في المخيم وحطمت محتوياته في الصياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر نعمة غرب رمالة وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الذي انتشرت في أزقة المخيم دهمت منزل المواطن رامي أطيتي واعتقلته قال رئيس الأوكرانية فرادمير رازلينسكي أن معارك عنيفة مكثفة مستمرة في منطقتين دونتساك وخاركيف الشرقيتين بينما يؤثر التقص السيء للغاية على مناطق من منطقة كييف في الشمال إلى أدسا في الجنوب هذا وشكر زينانسكي الجيش الأوكراني على التصدي للهجمات الروسية كما شكر خدمات الإنقاذ التابعة له على مواجهة تدعيات التقص الشطوي القارسي الذي قال إنه تسبب في انقطاع الكهرباء عن أربعمائة منطقة سكنية في عشر مناطق وحذرت سلطات المحلية من انقطاع إمدادات المياه بسبب انقطاع الطيار الكهربائي مما أدى إلى توقف المخضط أو مضخات عن العمل وأحث الناس على الحفاظ على الإمدادات ورياضيا فاز الزمالك على ضيف أبو سليم الليبي بهدف النظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق يوسف أوباما ليحقق الزمالك أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي يتواجد بها بجانب سيجرادا الأنجولية وأبو سليم الليبي وسوار الغينية ختم موجز التاسعة فاصل ونوض لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر